أردوغان شريك مزعج للغرب وحليف غير موثوق في النايتو بهذه العبارات تناولت الصحاف الألمانية سياسات رئيس النظام التركي في ليبيا والمنطقة إذاعة دوتشفيل الألمانية رصدت في تقرير لها بوجهات نظر الصحف والمواقع الألمانية التي عادت نقاش حول تدخلات النظام التركي في ليبيا مشيرة إلى أن العواصم الأوروبية غير مطمئنة لتلك الدخلات تقرير الإذاعة الألمانية أوضحان تمدد نفوذ نظام التركي شرق المتوسط خلق توجسا متزايدا لدى عدد من الدول المنطقة والعواصم الغربية منتقدا لانقسام الأوروبي وعدم الحسم بوجه سياساته التوسعية وعجز الأوروبيين عن بلورة موقف موحد بشأن الأزمة الليبية في ظل موقف أمريكي متردد الصحف الألمانية نقشت الجدل القائمة حول جدوى بقاء تركيا في حلف النايتو من عدمه وقالت أن أردوغان على وشك تدمير قوة الغرب العظيمة ولا حد قادر على وقف ذلك وشار التقرير إلى أن العضوان التركي في كل من ليبيا وسوريا مرتبط بتطوير مشروعات الصناعة العسكرية للنظام التركي وخاصة طائرات المسيرة وإيجاد سوق لها في ظل البيئة الإقليمية المضطربة كما شار التقرير إلى أن تدخل أردوغان في ليبيا ليس ولد الصدفة بل جزء من أشروع الوطن الأزرق لرئيس النظام التركي لبسط سيطرة على شرق المتوسط ودول المنطقة من بوابة الإسلام السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر